أختي فدوى من المغرب تقول بأن علاقتها مع أخوات وإخوان زوجها آذوها في البداية ثم هي أحسنت إليهم وصبرت عليهم عشر سنوات ولكن بعد ذلك عادوا في إذائها من جديد يا فدوى قد يكون من رحمة الله بك وتوفيقه لك هؤلاء الذين يكونون أعراضك لأنهم في أكلهم لعرضك الله عز وجل يحميك ويسخر لك زوجك وأبنائك وعليك بالصبر والاحتمال وأنا رأي لا تقطعهم قد تخفف من التواصل معهم تخفيفا لا قطيعة هذه وحدة والأمر الثاني وهذا مسألة إذا استطعت أن تفعليها ستكون من أصحاب من يقهر يقهر الشيطان ويقهر النفس الأمارة بالسوء وهو أنك تعطيهم هدايا إيش الهدايا؟ مثلا صنعتي طبقا معينا في رمضان خذي منه جزءا بسيطا أرسله إليهم قل هذه هدية مني إليكم هذه هدية في اليوم الأول فلان في اليوم الثاني كذا وإلى آخره فإن الهدية تسل السخيمة هكذا قال عليه الصلاة والسلام تهادوا تحابوا فإن الهدية تسل ما في القلب تجره تسحبه تجلبه تخرجه هكذا تسل السخيمة من القلب وأسأل الله لك التوفيق ترجمة نانسي قنقر